احنا محتاجين نعيد تخطيط تخطيط الDFB في ألمانيا الناس عندهم كوميتي عندهم لجنة للتخطيط بيخططوا يشوفوا ألمانيا عملت ايه؟ ألمانيا بتوصل ايه؟ ألمانيا ناقصها ايه؟ منتخب ألمانيا ناقصوا ايه؟ طب هنعمل ايه عشان نعالج المشكلة دي تفهم قصدي ازاي؟ يعني كانوا عملوا في 2008 2008 يعني من حوالي 14 سنة لقوا ان منتخب ألمانيا من أكتر المنتخبات اللي بتوصل نهائي بس مش أكتر منتخب خد بطولة كاس العالم بس بيوصل في النهائي لقوا ان هما بيتغلبوا خلال المراحل بتاعة البطولة الكاس العالم بالجانب البدني لما بيجي وصلوا في النهائي ليه ما بياخدوش النهائي؟ لأنه خلاص بيبقى تساوى الجانب البدني والجانب الخططي فالمهارة تفرق المهارة هنا بتفرق فعشان كده منتخب البرازيل هو اكتر منتخب واخد كاس العالم فبدأوا يعملوا برنامج لتطوير المهارات تحت مظلة الدي اف بي انتحاد الالماني لكرت القادر عشان يطور الجانب المهاري في لعبة المانيا شفت المانيا في كاس العالم في البرازيل 2014 شفتها كان بتلعب ازاي كرة حلوة كسبنا البرازيل السابعة وكرة حلوة كمان وكرة حلوة زي ما انت قلت فالناس دي بتشتغل الناس دي عندهم زي ما بيقول كده لجان خبراء بيدرسوا الاتحاد الالماني بيدرس انا عايز الدوري بتاعي يبقى ايه انت عارف الالمان لو عايزين يعملوا دوري او يخلوا البوندزليجا يعدي البريمير ليج قادرين لكن هم عشان اسباب اقتصادية مش يقولك لا احنا خلينا في الحتة دي في اهم قصد ازاي يعني هما برضو قفلين شوية هما لو عايزين يفتحوا بايرن ودورتموند والناس دي تبدأ تجيب وتضخ اموال يقدروا واس جدا المهم ان احنا ديس بندور على خبيل التحكيم اجنبش من نجلة الحكام والله فادعينا بقى وابا سي ادعينا اشتركوا في القناة